اشتركوا في القناة شوية نصف ساعة كالعادة في مباريات الكرة الطائرة عشان مباراة التاتو الرابع بيتروجيت وتراعي الجيش المباراة التي تصبق مباراتنا ان شاء الله قد تتأخر او تروح لشوت خامس فيتأخر المباراة نصف ساعة عن المعادة المحدد لها الساعة الثامن قبلنا نروح للمباراة فنين وتحليم بحب ارحب ديوف المنورين في الستوديو الكابتن الكبير كابتن احمد زكريا نجم من جوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق منورنا وكل سنة نهايه ان شاء الله يبقى الفوز نصف النادي الاهلي ان شاء الله شرف لنا يا كابتن احمد وبرحب نجم من جوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن كريم جوم اعلن بيك يا كابتن كريم اهلا بك كابتن احمد اهلا بمشاهدة قناة النادي الاهلي منورنا وكل سنة وحدك طيب كابتن احمد اكيد المباراة نهاردة بتيجي في ظروف صعبة يمكن نادي الأهلي لم يوفق فيه لقب بطولة الدوري الكأس يمكن آخر البطولات المحلية نادي الأهلي كان فاز بالسوبر المحلي أول لقب محلي السنة بعد كده لم يوفق فيه مباراة بطولة الدوري نهاردة دخلنا على الكأس أهمية المباراة الفئتينة كبتنا وطبعا من نسبة للأهلي مباراة دي إنه لازم يعود النادي وده هم يعودون على كده إننا الحمد لله ما بنخسرش النادي الأهلي بيخسر بيبقى حاجة استثنائية الخسارة بتاعته لكن إن شاء الله النهاردة يعني الأهلي يعني إن شاء الله هي أدي مباراة طبعا إن شاء الله يعني إن شاء الله رغم الغيابات رغم الحاجات برضو فيه لعيبة هتبقى لعيبة من النشئين والشباب وبتاعة موجودين يعني إن شاء الله يسدوا الناس والأهلي فرقة متكملة يعني فأي غيابات أي إصابات يعني الأهلي إن شاء الله مش هيتأصل إن شاء الله نفوز السنة دي إن شاء الله نفوز السنة دي بكأس مصر لكابتن بإذن الله كابتن كريم يمكن كل فريق من الفرقة تي سواء الأهلي أو الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مختلفة شايف ده إزاي كنت أكيد طبعا يعني الدوافع عند لعيبة النادي الأهلي إن هم عايزين يعودوا خسارة الدوري طبعا فنحطين في عنا الإعتبار طبعا إن هم عايزين صالحوا جمهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بخسارة الدوري لإزواء اللي فات فهي ممكن الدوافع تبع عند لعيبة النادي الأهلي كبيرة جدا رد إعتبار للعيبة قبل أي حاجة إن هم لازم يردوا إعتبارهم إن دي كان الكابوة وإن النادي الأهلي ما ينفعش إن هو يخسر بطلتين في إسبوع أو أربعة دوري وكاس فإن شاء الله نهاردة اللعبة يكون عندها رد إعتبار كبير جدا جوا الملعب إن هم يقدوا مباراة كبيرة جدا مستواهم يرجع تاني والنتيجة تكون رد إعتبار للناس كلها شككت في العناصر اللعيبة أو جهاز الفني إن شاء الله بإذن الله اللعيبة النهاردة هتكون على قد المسئولية وأتفرح جميل النادي الأهلي بخسارة الدوري لإزواء اللي فات من وجهة ناصرة ككابتن من داخل بمعنوات أعلى نادي الأهلي هل دوافع أو بلاش معنوات قول دوافع الدوافع المعنوية للفريق هل النادي الأهلي داخل بدوافع أكتر ولا نادي الزمالك اللي داخل بدوافع أكتر أكيد طبعا نادي الزمالك دوافع وإن هو لسه كسبان منتشب بفوز بالدوري فعايز يجمع ببين السنائتين تاني بس أنا شايف إن النادي الأهلي نهاردة معنواته أعلى بكتير رد إعتبار لجيل كامل للعيبة كبيرة جوا نادي الأهلي مش هتسمح لنفسها إن هي تغسر بثلتين فأقل من أسبوع فأنا شايف إن الدوافع عند النادي الأهلي إحنا تعودنا دايما وإحنا مترابين جوا نادي الأهلي إن إحنا ما نقبلش الهزيمة مرتين جوا نادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله اللعيبة النهاردة هتكون على قد المسئولية وأكيد الجهاز الفني عايز صالح مجلس الإدار عايز صالح الجمهور طبعا إن هم يهدوا بطولة الكاس للجمهور بعد خسارة الدولة طبعا إن شاء الله كابتر أحمد يعني شايف إيه نتكلم فنيا بقى يعني إحنا دخلنا في ناحية أهمية المباراة وناحية المعنوية ولكن مهم فنيا نتكلم إيه اللي النادي الأهلي النهاردة مطالب منه ويعمله عشان يتلاشى الأخطاء اللي حصلت في مباراتي الدوري وطبعا يعني ما كنتش بركز قوي في المباراتي الدوري نحنا كان عندنا ماتشاط النشيين ماتشاط النشيين وحباك رئيش قطع النشيين لكن كنت شايف يمكن شفت آخر شوت أو آخر مباراة آخر ثلاث أشواط يعني كان عندنا الإرسال يمكن ابتدت لعيبة تتوتر يعني دي كانت الميزة عندنا الميزة قوية جدا نحنا كنا عندنا الإرسال قوي جدا أنا شايف أن كانت الإرسال في النوع من المحافظة على الإرسال طب ليه كابتن يعني برضا أنا عايز أحاديك سؤال يعني عندك من الخبرات تقدر تجو بليني على هذا السؤال احنا حتى كنا في الستوديو التحليلي كنا شايفين أن إرسالنا اللعيبة بتعدي الكرة بس والآن أنها تخاطر بالإرسال أو تلعب قوي نخسر نقطة وده كان بيخسرنا أو ممشي المباراة بشكل رتم يعني مش اللي احنا عايزينه إيه سبب لعيبة كبار ولعيبة لها أسامي ولعيبة لها خبرات كبيرة الآن من الإرسال إيه السبب؟ ويمكن كانت خسارة اليوم القابلي خرطة بالمالش وبعد كان الأهلي كان متقدم في المباراة التانية وبعد ذلك الزمالك يدخل فهي دي كانت هم قبل كده كانوا متعودين نومجا يعني يمكن اللعب محفوظ بالنسبة للأهلي المعيد بتاع الزمالك كان محفوظ يمكن ما دخل المعيد بتاع الفريق الشباب وقرطة أسرع من المعيدين التانيين فهو ده اللي حصل إرباك للندي لكن احنا كنا متعودين حتى الأهلي لو إرساله ضعيف فهنا بنقدر حق الصد بيقدر يقرى المعيدة لناك ويقدر بيعمل حق الصد سنادي أو سلاسي وقدين عندنا بيبقى الدفاع فهو دي يمكن حصل خلخلة في الكرة أسرع كدبت زمالك أسرع فابتدى يبقى حق الصد فردي فالصد بدأت تقل فالإرسال بعد كده كان مفروض الإرسال يبقى فيه أقوى من كده شوية وده اللي أنا أتمنى النهاردة يحصل كده النهاردة كابتن كريم موجة نظر حدادك إيه؟ فنيا النهاردة محتاج النادي الأهلي إنه يعتلشاه عشان يعدي إلى بر الأمان بهذه المبارة نكيد طبعاً اللعيبة حطة فعين اعتبارها المبارتين الدوري وخسارة الدوري يمكن إحنا كان عندنا في خسارة الدوري الإرسال عندنا كان ضعيف جداً مع تغيير صانع للعب في نادي الزمالك كابتن رحمد قال لك يمكن خسارة المباراة قبلها بس يمكن أنا يعني حتى من المباراة الأولى كان برضو الإرسال بتاعنا في ألأ تحس اللعيب داخل على الإرسال في ألأ هل ده يعني هز حاصلت في ألأ بيحصل عادي هل بيبقى في دي في حين أن العيبة أكبر ومعروفين بإرسالاتهم وشفناها سنين طويلة إرسالات قوية ترجع ده إيه؟ أكيد يعني ممكن لعيبة كتيرة كتت في مطشط النهاية الدوري كانت في الديوف بتاعها ما كانتش في مستوها وكمان كان ده اللعيب يروح على الإرسال هو عايز يحافظ على الإرسال يعني هو عايز يعد الإرسال عشان ما يخسرش المقطة فده أدى أن الإرسالات كلها كانت إرسالات سهلة جدا على نادي الزمالك الاستيبال عندهم بقى كويس بخلاف أن الصنع العرب ياسين موهوب جدا فقدر أنه يعمل تشكيلات هجومية كتير على النادي الأهلي فعمل خلخلة للبلوكات عندنا والبلوكات كانت في اليوم ده ما كانتش في أحسن حالتها فده أدى للدفاعات عندنا كانت ضعيفة جدا بس النقطة الأضعف كانت في السلسلة الهزيمة هي كانت الإرسال الإرسال كانت عندنا كان ضعيف جدا ولعيبة مركز أربعة في نادي الزمالك أنت لو ضغطت عليها جامد بالإرسال اللي الاستيبال عندهم بيفك جدا أنت درت أن تسهل على اليوم المباراة بإرسالتك الضعيف فأتمنى النهاردة أن نتلاشع حتى لو أنا أعدي الكرة في إرسال موجهة يعني بيبقى ممكن أعدي الكرة بس إرسال موجهة رائع على مركز معين ده حتى غاب يعني إرسالات الموجهة كانت غايبة في المباتين الوكين هل ده النهاردة مهم إن إحنا حتى لو في أوقات مهمة مش عايز تخسر النقطة نلجأ للإرسال الموجهة الفلوتر اللي بيبقى رايح الكرة لفة يعني هل ده النهاردة ممكن يطبقه أكيد يعني أنا أنا شايف أن النهاردة لازم ما يكونش في أي تحفوظ في الإرسال لازم يكون الإرسال في ريسك قوي جدا حتى لو أخصك طبعا لازم يعني يمكن نادي الزمالك في المباراتين بتوقع الدوري كان بيعمل كده كانوا بيطبقه السياسة أنت بتلعب إرسال في ريسك قوي جدا فلما بتاخد بنقطة لإما الإرسال بيضيع بس أنت بتدع في الاستقبال في فرة تانية ولما بتبدأ الكرة ترفع أوتو في سيستم خلاص أنت بتسهل مهام البلوك البلوك بيروح إذا كان بلوك السنائي أو سلاسي والدفاعات بتقدر توفف في مكان الصحيح بخلاف أن الليبرو ناندي الزمالك برضو الليبرو مميز كان بيلم على الضربة عنده إذا كان لعبة الأربعة كان بيستعبال عنه فأنت النهاردة محتاج جدا أن أنت تكون إرسالك في ريسك قوي جدا واللعيبة إلا ما بتلعبش إرسال بريسك يكون الإرسال متوجه على لعبة مركز أربعة عشان خاطر تطلعهم برا التركيز برا التركيز إنه هو أنت لما بتلعب إرسال سهل على الليبرو أنت بتفرغوا للضربة خلاص بتخلي اللعيب مركز أربعة أنت عندك لعيب محمد مصطفى اللعبة بيمتاز بالارتقال العالي بيدرب الكرة العالي جدا عندك أحمد يوسف لعيب زكي جدا فأنت لما بتلعب عليه إرسال سهل خلاص أنت بتفرغوا للضرب فبيقدر يعمل اللي هو عايزه لكن أنت لما تلعب عليه إرسال جامل تشتته في الاستيبال هتقدر تخرجه برا الجيم خالص هتبدأ تسهل على نفسك الجيم يمكن الخمس مواطشات الأولين أنت كسبتهم في الدوري كنت ماشي بالسيناريو ده يمكن الدي اوف بتاعك كان في مواطشين الدوري هو ده العمل الهز أو الدروب جوه الفرقاء تلحاش تلمي نفسك 24 ساعة مباريتين أقل من 24 ساعة الحياة كان موضوع صعب جدا أنت كنت محتاج أن تتعامل نفسي جدا جوه بس اللعيبة هو كان دي اوف للعيبة أنت أي لعيب في الدنيا بيمر بالمواقف دي بس نعمل النهاردة إن شاء الله نتفادأ أو نتلاشى أخطاء المباريتين الدوري وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله اللعيبة النهاردة هتكون على قد المسئولية وهتصالح الجمهور وهتثبت لنفسها وتثبت للناس كلها أن هم يستحقوا معلقة بالكاس مصري النهاردة إن شاء الله كابتن أحمد أجل حضاك نستعرض مع سادة المشاهدين كما تعودنا جهاز الفن النادي الآلي وجهاز الفن النادي الزمال كل لعبين وهنجيب لحضراتكم أكيد في آخر يعني الستوديو أبديت من مرسليننا هناك بحيث أن نعرف أسامي اللعيبة بالضبط نبتدي بتجهاز الفن النادي الآلي تفضل لكابتن طبعاً اللي هو الكابتن محمد مصلحي المدير الفني كابتن تامر مجدي مدرب عام كابتن محمود جمعة مدرب الشادة اللي هو خالد أبو زينة مدير إداري الدكتور إهاب فخر الدين طبيب الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي الدكتور حسن عبد المجيد مخططة أحمال أحمد سحيد محل التقني حسان مدلك أحمد رشاد مهمات أشكرك يا كابتن خلينا نروح لكابتن كريم جمعة ونستعرض مع أسماء جهاز الفني لنادي الآلي كابتن أحمد عشور مدرب عام وقام بأعمال المدير الفني طبعاً استلم المهمة في نص الموسم بعد كابتن شريف الشمرلي وليد عبد العيل مدرب مساعد أحمد شعلان مدير إداري حسن عبد الرازق إداري هاني سمير محل التقني أحمد صعودي طبيبي الفريق عبد الرحمن بسيوني علاج طبيعي حاتم أندي الأخصية تدليك سعيد أبو العيل مهمات طبعاً خلينا نروح لقائمة رجال النادي الآلي وقائمة اللاعبين شاهدت النهاردة طبعاً بعد إذن طبعاً كابتن أحمد شاهدت تصعيد اتنين من الناشئين فضل لكابتن أحمد وطبعاً قائمة النادي الأهلي هو كابتن عبد الله عبد السلام رقم اثنين المعد الفريق أحمد صلاح رقم أربعة ضارب مركز اثنين أبد الله سعودي عبد الرحمن سعودي عبد الرحمن سعودي رقم خمسة ضارب مركز ثلاثة إيطالي لويجي راندازو رقم ستة ضارب مركز أربعة محمد رمضان رقم سبع ليبرو عبد الرحمن الحسيني رقم تمانية ضارب مركز أربعة محمد عسران رقم تسعة ضارب مركز أربعة الكوبي يوندر جارسيا رقم حداشر ليبرو حسام يوسف رقم اثناشر معد للنادي الزمالك للنادي الأهلي عبد الله سرور رقم تلتاشر ضارب مركز ثلاثة وده من فريق التسعة عشر سنة أحمد قد رقم خمستاشر ضارب مركز اتنين محمد المحسن رقم ستاشر ضارب مركز ثلاثة شريف يوسف رقم واحد وعشرين ضارب مركز ثلاثة وده نشئين لسه عن ستاشر سنة وده يعني حاجة واعدة إن شاء الله يعني لسه بيلعب تحت سبعات عشر سنة سنتين يعني في أحمد عزب رقم اثنين وعشرين دار بمركز أربعة. نعم ده كان قائمة النادي الأهلي. وزي ما تفضل الكابتن الكبير الكابتن أحمد زكريا في القائمة ضمت اتنين من شباب النادي الأهلي عبدالله سرور وشريف يوسف. وواحد من طبعا من عبدالله سرور من فريد. 19 سنة بالنادي الأهلي. وشريف يوسف صاحب 16 عام أو 17 عام. انضم أيضا لمبارات اليوم. لتمنى كل التوفيق. وهو ده النادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي عبارة عن زخيرة كبيرة من اللاعبين. إن شاء الله الأهلي بمن حضر. كابتن كريم. أجل حضرتك. قائمة النادي الزمالك. محتاجين نستعرضها مع السادة مشاهدي. فضل يا كابتن. أحمد فتحي معد. أشرف اللقاني معد. محمد المهدي لعيب مركز ثلاثة. شريف الشرقاوي لبرو. محمد عفيفي لعيب مركز ثلاثة. رشاط شبل لعيب مركز ثلاثة. محمد رضا لبرو. أحمد يوسف عفيفي لعيب مركز أربعة. محمد عبد المهنم كابتن الفريق لعيب مركز أربعة. سيف حسن عبد لعيب مركز ثلاثة. رضا هيكل لعيب مركز الثلاثة. مصطفى إبراهيم لعيب مركز أربعة. محمد مصطفى لعب لعيب مركز أربعة. سكواد الفريق نادي الزمالك. يمكن المحترف التركي ناقص. هو قائمة. والمعيد والمعيد ياسين. اللعب مركز يعني أول مبارح ومبارح في نهاية الشباب فممكن يكون لسه يعني مش جاهز نوع يكون. ممكن يكون. لا بسيطة هيلعبوها هيلعبوها كابتن. يعني الاسمه مش موجود فهو ده القائمة المبدئية ولكن قد يحدث تغيير تغيير تهيل ياسين هيلعب وكمان أكيد التركي يكون موجود بربما محترف التركي نعم طيب خلينا نروح لبعد كده مشوار أو لقاءات أنا عايز أقول لكم أنه نادي الأهلي قابل نادي الزمالك هذا الموسم سبع لقاءات نادي الأهلي فاس في خمسة وخسر في لقائين خمسة من اثنين مصبوط كده كابتن. ويعني خلينا أستعرض معاكم الجولات كده بالزبط يمكن الجولة التالتة من المرحلة التانية الأهلي فاس تلاتة صفر الجولة الساتسة من المرحلة التانية النادي الأهلي فاس تلاتة واحد الجولة الختامية من دور الترتيب الأهلي فاس تلاتة صفر ختام الدور الأول من كأس السوبر تلاتة صفر ودي كان بطولة بطولة دي كانت يعني أو المباراة دي كانت بطولة مع نادي الزمالك نهائي دوري السوبر أو دوري الدوري المصري كان أول مباراة 3-0 لنهائي كأس السوبر المصري أولى لقاءات سلسلة نهائي الدوري الزمال الكفاس في المباراة الأولى 3-1 والمباراة الثانية 3-2 وده كان لقاءات أو مجموعة لقاءات النادي الأهلي مع نادي الزمال الكهذا الموسم ويبدو من اللقاءات ويبدو من اللقاءات اللي حضركم أو نتائج اللقاءات أنه هو تفوق كبير لنادي الأهلي ولكن البطولات هي المياه وخلينا أقول لحضركم من المباراة اللي قابلينا بين طلاقع الجيش ونادي بيتروجيت انتهت أو المباراة الشوت الرابع انتهى لطلاقع الجيش فإذا هنروح على شوت 5 من 15 نقطة يعني بتهيالي بالكثير ربع ساعة وتنتهي المباراة الولى يعني حيث نتكلم في نص ساعة تأخير ساعة لربع تأخير عن المباراة المباراة إن شاء الله الحب سأوضح لسادة المشاهدين بدل الساعة 8 هتبقى مباراة إن شاء الله تبقى الساعة 845 تقريبا لأنه إن شاء الله سيكون فيه تأخير لسبب المباراة طيب خليني أوضح حاجة تحد الكرة الطائرة ولجنة المسابقات قررت استخدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النهاردة ومباراة بكرة طاقم التحكيم إماراتي يدير نهائي كأس مصر ده أعلنوا الاتحاد المصري للكرة الطائرة الحكم الدولي حامد الروسي والحكم الدولي محمد الدولة الحكام الإماراتيين الدوليين ده طبعا كان إعلانه الاتحاد المصري للكرة الطائرة طيب هناخد استيفي بتاعهم كده سريعا قبل ما أطلع الفاصل يا جماعة الحكم الدولي حامد الروسي استيفي بتاعه أهم المباراة اللي سندت ليه إدارة مباراة المركز التالي الرابع في بلطولة العالم في بولند إذن هو من قبل الاتحاد الدولي رجل يعني له ثقل وله ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي كمان أدار نهائيات اللومبيات الأخيرة أدار نهائيات الـ VNL أو الدولي العالمي للكرة الطائرة أدار نهائي الدوري الكويتي أدار نهائي الدولي الإماراتي بالطبع طبعا دولي الإماراتي والكويتي أو الدوريات القوية في الخليج هو الأكيد هيكون بيأدارة هنوح الحكم الدولي محمد الدولة تحكيم نهائي البطولة العربية الأندية الأخيرة بالقاهرة تحكيم نهائي البطولة العربية قبل الماضية المشاركة في تحكيم نهائي غرب أسها طبعا من اللي أنا شايفه كده أكيد طبعا كابتن حامد الروسي هو سني يمكن أكبر شوية لأنه واضح أن خبراته أكتر الحكم محمد دولا ممكن يكون حكم تاني تبقى خبراته أقل ولكن ده قرار الحقيقة يعني بنحيي الاتحاد عليه لأنه أكيد وجود حكام أجانب للأسف احنا بقول كده كابتن يعني أنا طبعا بشير على الحضرات كل حرج بس أنا الحقيقة للأسف أصبح يعني في كرة السلة الحكام أجانب وهيبقى فيه النهائيات الدوري ما بين الاتحاد والأهل هيكون حكام أجانب أيضا وللأسف أصبح الثقة فيه لأسف في حكامنا تبقى يعني محتاج بناء ثقة يعني الحكام المصريين محتاجين يبنوا الثقة مرة أخرى للفرق المشاركة وطبعا أبنوضع الفاصل لازم أحيي طبعا فريق كرة السلة اللي فاز أمس في مباراة الاتفتاحية مباراة الاتفتاحية في البالي أو البسكتبول أفريكا الليج في انتظار إن شاء الله باقي الأربع مباريات الحقيقة حاجة جميلة جدا شكل الفرق مباراة الحقيقة حضرت المباراة في أرض الملعب شكل الفرق حاجة تفرح نتمنى يا رب كل التوفيق لفريق كرة السلة أيضا خليط على الفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطياتنا المستمرة لأهل والزمالك في المباراة الأولى في سلسلة مباراة نهائي كأس مصر 223 ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وبنفكر حضراتكم إن المباراة مباراة الأهل والزمالك في كرة طويلة الرجال هتتأخر على الأقل 45 دقيقة عشان المباراة لأبنينها تراعي الجيش نادي تراعي الجيش ونادي بيترو جيت انتهت بالتعادل أو وصلت التعادل 2-2 واحتكم الفريقان إلى شغط خامس من 15 نقطة فده على طول كده أوتوماتيك هيعمل معاك تأخير من نصف 45 دقيقة فإن شاء الله يعني ده وقت معقول يعني إحنا في رمضان لو حضراتكم فاكرين كنا تأخرنا حوالي ساعة ونصف هي بس مناشدة للاجلة المسابقات الحقيقة يعني هم طبعا أكيد بيدوروا على أحسن يعني أنا أتمنى مباراة التات والرابع يا إما تتعمل بدري يا إما تتعمل على ملعب تاني إنما إحنا كده الأمور بكون سواء هيقولك عشان البث تمام عنديش مشكلة أعمل بدري يعني النهاردة المباراة اللي قابلنا إحنا بنلعب الساعة 8 المباراة اللي قابلنا 6 طب إيه المشكلة ما تبقى خمسة إدي 3 ساعات فرق والمشكلة دي تفجرت في رمضان واتكلمنا عنها وبرضو لاجلة المسابقات مسررة تخلي المسافة البيينية مباينة المباراة ساعتين ليه ما هو دانا مش 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 مستعيب أنا واصل بيتي بعد الستوديو تحييلي بعد الفجر يمكن بساعة وهم أنا فيما أنا فاكر ماتش إحنا يعني إذا خلصنا ماتش أهله زمانيكم مالحل لاش نصحب كنا في الإسماعيلية وعبل ما روحنا الفندق كنا طب أقول لحدك سر يعني لويجي ويندر اشتكوا قالوا يا جماعة إحنا بساعة البلوجية أنا عمري ملعبتي في العالم كده يعني أنا عمري ملعبتي يعني ناش بتشتكي طب ما ينظر ما هو دو ده طبيعي هو الرجل ده وقته ده نايم فيه ده طالب منه يلعب ماتش يلعب فيه طول عمر والتول عمر والسن وتول عمر ان بيلعب في المعظم ماتشاتها بتبقى الصبح الشهر الكريم أعمل في الشهر الكريم أه مولادة عمد في حسن مصطفى أعمل واحدة هنا أو يعني أكيد لاجدت المسابقات إن شاء الله تاخد ده في الاعتبار نتمنى يعني ان هو يتنخذ في الاعتبار في الفترة سنة جاية هتبقى رمضان بدري شوية فنقدر ببقى النهايات آه نهايات تبقى شهر بعد الانتهاء الانتهاء الانتحاء الله لا يقول يعني لا مش ما مش عاي يعني عمتا يعني وعكين إن شاء الله يعني حيب فيه في دوري سنة جاية طب كابتن هو هو دلوقتي إحنا إن شاء الله المباراة دي مباراة الكأس بعد الكأس إن شاء الله عندنا أفريقيا هتبقى في تونس بإذن الرحمن فييمكن خلاص إنت يعني مطالب زمائل كابتن كريم إن ان شاء الله تفوز ببطولة الكأس وتروح تاخد أفريقيا في تهيلي دمعا ما ممكن يكون ده يعني 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 بتصلح جمهور الانتهاء رد الاعتبار رد الاعتبار يعني باللحظة يعني وإحنا يخصراتنا الدوري إن إحنا كسبنا خمس ماشات واربعة تلاتة الصفر في اللعيبة دي أسوأ حاجة في الرياضة إن إنت تبقى نازل ضمن الماتش قبل الماتش نعم لكن إنت بتقول الماتش سهل دي بعد الماتش أقل النهاردة اقول سهل مش قبله لا مش قبله يعني أنا أعتقد أن هو دي اللي اللعيمة بيبقى ضامن وبعدين يبتدي يخسر ويبتدي يتوتر فدي دي اللي أنا شايف إن هي الأخطاء اللي إحنا عملناها أخطاء توتر يعني مش أخطاء طيب كابتل النهاردة هي غيب أحمد سعيد وغيب محمد علي الدولي شايف مين اللي ممكن يقدر ييملى مكانه مين من اللعيبة اللي موجودين وبرضو عندنا نقص في المركز ثلاثة حيبقى في عب ومصاب برضو يعني فحنا في اتنين هما حيبقى الاتنين بقى عليهم العب ومحمد محسن ومدولة برضو يعتبروا أساسي لتنين ولياب ولياب وفترات طويلة يعني والاتنين الاحتياطي بقى حيبقوا الناشئين بتوانايا إن شاء الله ومكان سعيد مكان سعيد احنا المركز ده مركز ده يعني عندنا تخمة من اللعيبة يعني في عصران في أحمد عزب في محمد حسيني في المحترف أبدو أحمد حسيني في المحترف فهنا عندنا أربعة أربعة موجودين برضو بيلعابه بصفة يعني أساسية يعني فأعتقد الموضوع بيبقى يعني أحمد سعيد آه يعني في عندهم مواجزات وضرب خلفي لكن لكن برضو ده مش هو ده حيأثر في غياب شاء الله طب يا كابتن كريم شايف شايف النهاردة غياب طبعا اتنين اللعيبة كانوا يعني مهمين جدا أو ليهم دور كبير الفترة اللي فاتت شايف غيابهم النهاردة مين ممكن يستعود وجودهم من اللعيب هل تتفق مع كابتن أحمد زكريا ولا في أسامي جديدة أخرى أكيد طبعا غياب دولة وأحمد سعيد ليه تأثير أكيد على الفترة دول من قامل أساسي للفريق يمكننا شاف النهاردة محمد محسن وابدرحمن سعودي هيبع لهم عامل كبير جدا في المباراة لازم يكونوا في حالتهم البدنية والزهنية المباراة إن هم هم اللي هبقوا شغالين مركز ثلاثة النهاردة إن الاحتياطة بتاعهم هيبع لعبة ناشئين طبعا هم اللي اتنين عارفين إن هم ما فيش غيرهم النهاردة فهما لازم يكونوا مركزين جدا جدا النهاردة كل الصغيرة وببيرة كل تفاصيل المبيهة النهاردة هبقوا بإحمد مباراة كله عليهم هما الاثنين بالنسبة للمركز أربعة هيبقى واقطح التي تكون ممت First to deinem Akhtar وío flying др SREV فعبد الرحمن الحسين هصين هياجة ابقوا ب verschgard النهاردة مكان احمد سعيد. انا في حاجة مهمة او لازم نتكلم فيها ان اللعيبة لازم تخلق لنفسها دوافع جديدة. بعد اخسارة الدوري انت لازم تخلق من جواك دوافع جديدة ان انت خلاص تعد مرحلة الدوري ان انت تقدر تكسب طولة الكاس. بعد الكاس انت الاسبوع الجاية على طول انت مسافر تونس عندك بطولة افريقيا. فخلاص صفحة وتقفالها صفحة الدوري تبدأ تخلق دوافع كبيرة جواك ان انت تقدر تكسب من الزمالك ان اردع توريك. وبعدك هتسافر تونس تاخد بطولة افريقيا. فهتكون يعني خلاصت الموسم طبعا خسارة الدوري. اه اربعة من خمسة طبعا كنا نقبل ان احنا تبقى العلامة كاملة خمسة من خمسة. فالنهاردة خلق الدوافع عند اللعيبة لازم تكون كبيرة جدا ان انت در تعوض خسارة الدوري وان انت ترجع هيبة الكرة الطائرة في نادي الاهلي تاني. طب كابتن يعني دايما جمهور نادي عنده ثقة في الماسترز. يعني حتى في اوقات على مدار التاريخ وحضراتكم مشاركته. يعني في تاريخ النادي الاهلي في الكرة الطائرة. كان حتى لما بتعرض لك او بتلاقي الجمهور دايما وثق فيه. يعني الثقة دي جات من ايه. ليه الثقة الشديدة في الماسترز على مدار الاجيال في كرة الطائرة رجال وسيدان. يمكن اقول له حضرتك الحاجة. يمكن الهجوم الحاصل شديد على الكرة الطائرة السندي. سبب يرجع أن أنت طول عمرك أنت مهامن على الكرة الطائرة المصرية. إذا كان في رجال أو في السيدات. ما كانش أحد يقدر يتكلم عن الكرة الطائرة. فكنا معروف أن النادي الأهلي دائمًا هو اللي يكسب كل البطولات. فيمكن لهذا اللي حصلت السنة في إخسارة الدوري أو التنفس اللي حصل في موارات السيدات. قدّى أن الناس مش متوقع أن ذا يحصل. يعني طول عمرهم عارفين ان الكرة طيارة في النادي الاهلي الحمد لله مهمين على كل البطولات اذا كانت محلية او افريقية وبتشارف كاس العالم فالهزة اللي حصلت دي هي اللي خلت الناس شوية بقت مستغربة من الحصل بس لكل جواد انكبوا يعني فان شاء الله باذن الله هنعدل مرحلة التدوري دي وان شاء الله هنرجع لصابع عهدنا تاني وهناخد كل البطولات باذن الله ان شاء الله طب احنا محتاجين ان شاء الله برضو اكيد المباراة اللي عبدينينا لنبلغ حضراتكم كل مباراة طلاعي الجيش ومباراة بتروجيت اتين اتنين والشوت الخام الشغال وهنقول لحضراتكم النتيجة كام دلوقتي اتناشر حضر اشه لنادي طلاعي الجيش يعني اكتلت نقاط او اربع نقاط على الشوت خلاص مش هابه فيه تعادل تاني ده الشوت الختامي فكده احنا بنتكلم على المباراة خير ساعة تمانية وعشرة او تمانية ورابعة تنتهي نصف ساعة تسخين زي ما قلنا لحضراتكم تمانية وخمسة واربعين دقيقة هتنطلق المباراة مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله في كأس بصر المباراة الاولى خلينا بس بعض الامور استاذ يعني ضيوفي اطلع شوية عن الكرة الطائرة طبعا زي ما حضراتكم تابعتم بارح الفريق كرة السلة فازم بارح مباراته الاولى في البسكت بور افريكا الليجا او الدوري الافريكي لكرة السلة برعاية الام بي ايه عايز اقول حاجة مهمة ان مشاركة النادي الاهلي قدت كمان زخم كبير للبطولة بقت متابعة بشكل جاي جدا من كل القرى الافريقية النهاردة النادي الاهلي بإذن الله هتأهل من هذه التصفيات هيروح رواندا بالمناسبة مباراة رواندا كانت مفوضة تبقى يوم 21 مايو ولكن تم تبكرها شوية بقت يوم 20 مايو فالحقيقة الفترة البنية هتكون بين نهايات الدوري والبسكت بور افريكا الليج فترة ديئة الله اعلم ايه اللي هيتم هل لاجنة المسابقات هتأجل هتتلعب جزء وتسافه ترجع تلعب تكالى ان سلسلة المباراة بستوف فايف مع الاتحاد اسكندري بحكم التاريخ بتخلص عند المباراة الخمسة فطبعا انت كده هتلعب خمس مباراة في عشر تيام هل ده هيسعف او هيساعدك ان انت تاخد ما بينها ثلاث اربع تيام وبعد كده تروح على البسكت بور افريكا الليج مش عارف دلوقتي الا هيتم خاصة ان في يوم جي بدري بدل يوم واحد وعشرين بقت يوم عشرين القرار يعني حتى الان هيبقى فيه لاجنة المسابقات في اتحاد المصري ولكن اتصور ان احنا لازم يبقى فيه مسندة للنادي الاهلي ممثل مصري في هذه البطولة لانه يعني اه مهم جدا البطولة المحلية ولكن انت برضو عندك بطولة افريقية وانت هتلعب في الروان ده هم تلاث مباراة دور التمانية سيمي فاينال فاينال فايزا انت عندك تلات مباراة الموضوع مش كبير كل تأجيلك هيبقى يعني مثلا عشر تيام قبل البطولة وبكت كده عشر تيام بعد الباسكتبول افريكا الليج فاينالتصور انه القرار هيبقى فيه لاجنة المسابقات واكيد هيبقى فيه تشاور في هذا العمر الحاجة التانية طبعا الناس بتتساءل ليه الباسكتبول افريكا الليج الاثناشر لعيب ثابت او الاثناشر لعيب ما بيتغيروش لانه هي دي لايحة الاتحاد او لايحة البال الباسكتبول افريكا الليج ان انت بتبعت اتناشر اسم والاثناشر اسم دول بتلعب بهم التصفيات واثناشر اسم تانين غيرهم بتبعتهم ليه النهايات وبيبقوا سابتين انت بدرش تغير اسناء البطولة انت بتبعت اتناشر اسم عندك ديدلاين بتسلم فيه الاسامي بعد كده بدرش تستبدل اي لاعب الا بطلب زي ما حصل مع وولتر هوج وانت بعدت طلب تستبداله بطومسون وسمحت لك لجنة المسابعات او ادارة البال او الباسكتبول افريكا الليج انت تستبدل هذا اللعب نفس الكلام برضو انه في النهاية تبقى اللعيبة ممكن اتناشر لعيب مختلفة ولكن انت الضمنين مكانهم اكيد اللعيبة المحترفة وستربوك سواء اللعب النيزلندي او تومسون او اللعب جنوب السودان فاذا التلات لعبين هم دول اكيد ضمنين مكانهم ويتبقى تسع لعبين مصريين مستوى البطولة مستوى كبير مستوى الحقيقة افريقيا في قرية السلة الاندية تتطور بشكل رهيب ممكن كان انجولا زمان هي المسيطرة فرق انجولا سواء بريميرو دي اوغاست ولعب تنقصاده في كمان بيترو اتليتكو الانجولي هي عبارة عن شركة بيتروول كمان فعندهم موارد قوية بقدروا يجيبوا لعيبة كتير زائد الفرق التالتة الانجولية ايضا مش متذكر اسمها كانت 3 فرق بيبقوا هما المتسايدين افريقيا ولكن النهاردة بقى عندك النهاردة ساوس افريقيا او كيب تاون النهاردة الجنوب افريقي معه لعيبة درافت ام بي ايه النهاردة بتتكلم على فرق كونهو بتتكلم على فرق موزنبيق بتتكلم على فرق انجولا النهاردة الفرق ما بقيتش سهلا هنا حد تاني فرق السرغان ونيجيريا انك تفرق قوية جدا مباراة او بطولة البال هتبقى بعد سنة بعد سنة صعب جدا الحقيقة التطور ده بيدي صعوبة كمان على الفرق المصرية اللي بتشارك انها محتاجة دعم محتاجة اعداد محتاجة شغل كويس عشان تتبقى او تبدل الفرق المصرية منافسة معلش انا خرقت بره مباراة النهاردة ولكن احنا دايما بيبقى في عين على المنافسات النهاردة فريق كرة اليد سيدات تعادل مع فريق نادي الزمالك الحقيقة دي كانت مفاجأة لنا شوية لانه ان شاء الله كان مفروض المكسب مضمون ولكن احنا سبقين بنص نقطة الشمس ايضا فاز النهاردة على سبورتينج فتعادل كل من نادي الشمس والنادي الاهلي برصيد اربع نقاط مباراةنا بكرة مع نادي الشمس هي النهائي حبيت بس اقول لحضراتكم انه ووضح ان كرة اليد سيدات مباراةنا مع الشمس بكرة اصبحت نهائي نادي الزمالك بيعد على المنافسة نادي سبورتين خلاص بيعد على المنافسة انت اربع نقاط انت والشمس تعادلنا مع نادي الزمالك هو اللي حطنا في هذا الموقف ان انت لازم تفوز بكرة لأنه بتهيأ للتعادل مش هيكون كافي والخسارة طبعا تبعدك ولكن طيب احنا تاريخنا او البطولات مع نادي الشمس المطشط بتبقى صعب فبكرة فريق السيدات تمام اشكركم ببلغوني ان نادي طلاعي الجيش فاز بالشوت الخامس اذا انتهت المباراة 3 نادي طلاعي الجيش كده تنادي طلاعي الجيش في السلسلة 1-0 هلع بكرة ايضا مباراة تانية مع نادي بتروجيت لو فازت تنادي طلاعي الجيش خلاص يبقى كده حسن من المركز التالي في كأس مصر لحظات ويبتدي التسخين ولحظات هنجيب مرسلنا كمان في عرض الملعب عشان ننقل لحضراتكم ما قبل المباراة ولسعدات التليمية قبل المباراة خلينا نرجع لكرة اليد سيدات ده الوضع عندنا طيب بالنسبة لشهر 5 هنستهل شهر 5 وشهر مايو بالبطولة الاكبر السنادي او الاهم يمكن عندنا وهي بطولة السوبر لكرة اليد سيدات ورجال اللي هكون في صادة الامير عبدالله الفصل بمقرر النادي الاهلي بالجزيرة هيكون برضو عندنا السوبر سيدات اربع بطولات سوبر سيدات سوبر رجال ويضا كأس الكوس الافريقية رجال وكأس الكوس الافريقية سيدات يوم 6 مباراة الاولى للفريق الاول لكرة اليد حصل تدعمات قوية جدا للفريق طبعا احنا نعرف امور كثيرة ولكن احنا بنلتزم باللي بيعلم عنه النادي الاهلي إحنا نعرف أمور كثيرة من الكواليس وأكيد ضيوف يعرفوا هذا الكلام. ولكن إحنا ما بنقول أي حاجة. ونعلن إلا بعد ما يعلن النادي الأهلي نفسه من خلال طبعا قنواته الرسمية. أو من خلال قنواته الإعلامية الرسمية. بنخش إحنا ونعلن طبعا كأحد الأزرع الإعلامية للنادي الأهلي. فمن هنا بنقول إن فيه دعم أو الفريق كرة اليد. ولكن هنعلن عنه إن شاء الله بعد أن يعلن عنه في النادي الأهلي رسميا. وعلى موقعه بإذن الله ساعتها نعلن. فإذن إحنا دخلين بمعنوات الكأس. إحنا عايزين طبعا كرة اليد فاتنا سنتين تاتا اللي فاتوا بعض البطولات. محتاجين أن نعوضها منها السوبر الأفريقي اللي يحجز لك إن شاء الله مقعد في بطولة العالم. في المملكة العربية السعودية القادمة أو سوبر جلوبال. عندك بعد كده مباراة كأس الكوس أو بطول كأس الكوس اللي يفوز بها يحجز مقعد في السوبر الأفريقي اللي السنة الجاية. فكله بمبنى على كله ودائرة ما بتنتهيش بعد كأس السوبر أو بعد الأسبوع اللي جاي. فريق كرة الطائرة كما تفضل ضيفي الكريم كابتن كريم جمع قال إن حيسافر فريق كرة الطائرة رجال الأول. ولبع كده سيدات إلى تونس لخوض منافسات بطولة أفريقيا عندك شهر مايو شهر ممتلئ بالبطولات سواء كرة السلة رجال. من الأمور اللي عايز برضو أقولها لحضراتكم إنه في كلام برضو لسه مش هنقول يعني الإعلان عنه ولكن في كلام عن بطولة أفريقيا للسيدات للأندية. في كلام وفي مفاوضات مع أكتر من نادي وأكيد النادي الأهلي طبعا أحد هذه الأندية في مفاوضات هيشوفوا هيودوا البطولة فيهم بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات. الحقيقة وأنا من خلال مبارح وجودي فيه يعني مع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة عرفت بعض الأخبار يعني مش من داخل النادي طبعا من الاتحاد الأفريقيا. لأنه في مفاوضات وبيدوروا على في هذه المفاوضات طبعا دي صالة الملعب دي لقطات حية من أرض الملعب الماسترز ماستر نادي الأهلي اللي عمرنا مسيقاتنا هتتهز فيهم نهائي مهما حصل ومهما كانت النتائج هذا الفريق بكل أجياله. واللي بشرف هنا طبعا في الستوديو كابتن أحمد زكري وكابتن كريم جمع أحد رموز النادي وأبطاله عبر الأجيال من جنين مختلفين. ساهمة يعني فيه طبعا فيه بحصد النادي الأهلي بطولات كثيرة. زي ما حدتكم شايفين كلنا ثقة بإذن الله في هذا الفريق بإذن الله يحصد كأس مصر. الحقيقة أنا عايز برضو حي المسؤولين على صدقات اتحاد الشرطة الرياضي. أنا لعبت في هذه الصالة سنوات كثيرة. بس واضح إن حصل فيها تطوير والصالة جددت فأقول لي يا كابتن أحمد الصالة شكلها حلو. ولكن لعبنا فيها قبل كده ولعبنا فيها الدورة العالمية. هو مفروض كان مفروض يبقى كان بس يحطوا بصات بتاع الكرة الطائرة يبقى كان كان أفضل يعني كده. بس لا المصالة بأمانة للصالة تطور. لا هو هدوه طبعا طبعا. الصالة ما كانتش كده لما كنت بالعب فيها كان البصات كان قدم شوية. واضح إنهم هم اتطوروا يعني في أكيد بنحيي المسؤولين على صدقات. طبعا برضو الاتحاد كان يفرش البصات بتاع الكرة الطائرة. البصات بتاع الكرة الطائرة؟ لا لا ممكن يكون لها الأرضية كويسة. ممكن كان لها الأرضية كويسة يعني ممكن ما لجعش لديه خاصة البصات موجود. ما لجعش لديه لأنه وضع بصة كبت الأرضية شكلها جديد. يعني الأرضية القديمة كان شكل منها رمادي أو رمادي غامئ كده. وكان فيها بدأ يبان فيها بطع شوية نتيجة القدم. ولكن أنا شايف الصالة الحقيقة شكلها يعني شكلها حلو. لا يا صالة كويسة وقود لبس بتاعتي حلوة. لا يبتع عليها كم تكنين. لا يبتع عليها يعني من الصلاة الكبيرة كمان الملعب بتاعها كبير مش ملعب صغير. وفعلا زي ما حضرتك بتقول إن الأرضية متغيرة فعلا. وكمان فيها ميزة كمان الصلاة دي كابتان أحمد. شايف المسافة من آخر خط كورة يد للحطة؟ نعم. لا ده أخد ملعب تاني. صلاة واسعة. صلاة واسعة. والرسول ليها والخروج منها سهل. لا لا بقول لها ذاك هي وبعدين تتحوط بقى بإعلانات وتتحوط بقى ملعب رسمي. احنا لعبنا فيها بطولات بطولات يعني بطولة أفريقيا. ولعبنا فيها الدوري العالمي. محسن هو سعودي. محسن هو سعودي. لعبنا 2008. والحسيني. وعلى كلهم لكل. يعني بين علوم التركيز ربنا معهم. شاء الله. كابتان نرجع لحضرتك. الناحية العصبية والنفسية أسناء المبرامة. مهم جدا. عدم الاعتراض على التحكيم. مهم جدا ما اندخلش نفسنا في يعني عارف بتشتت تركيزك. على طول حتى كنت لايب عارف. تركيزك بتشتت بعد ما بتخش مع الحكم حتى لو انت على الحكم. تخش مع الحكم في كلام. بتهيلي ده بياخد من تركيزك. شايف ده ازاي كان. هو يعني هو الكرة طائرة بقى بعد الموجود والجد دي. فممكن اللعيب ببقى خلاص متطام من ان ما فيش حتى لو فيه اخطاء غير مقصودة من الحكم. فانا بتاخد حقك. بس انا شايف ما فيش كاميرات على الشبكة يا كابتن النهاردة بيش يبقى فيه. يبقى في حكمين برضو محايدين. هما يعني ما لهمش يعني. ما عرفوش. يعني يتواصل مع المراسلين معنا في أرض الملعب اللي أكيد بينجهزهم دوقتي عشان يكونوا معنا. احنا بس عايزين. لا انا بس عايز انني جاهز معهم ان هما يقولون هل فيه تشالنج النهاردة ولا لا. لان دي معلومة مهمة جدا محتاجين نعرفها. هل هيكتفي الاتحاد باستخدام حكام أجانب. بس اننا الحقيقة مش شايف الكاميرا الزغيرة اللي بتركب على الشبكة. الكاميرا الزغيرة اللي بتركب على الشبكة. فهل دي. اه يعني لو يادروا بس يعني الزملاء المراسلين من هناك. يقولون هل التشالنج الموجودة ولا لا. لان دي معلومة هم أكيد جمهور النادي القليل. كابتن كريم أجيلك. هل التركيز في أرض الملعب النهاردة. عدم التشد مع التحكيم. عدم التركيز في أي نقطة. عدم جلد الزات. انت جلت كرة وحشة. او عملت كرة في الشبكة. او او او. مش لازم اعود اجل الزاتي بشكل كبير. اقلب. خش القرى اللي بعدها. ركز في اللي بعدها. شايفي النهاردة التركيز ده او الحتة دي. او الناحية دي مهمة ولا لا. نسبة كبيرة جدا من مكسب النهاردة. العوامل النفسية للعيبة. ان انت متخشش في جيم برا الجيم. يعني تطلع في جيم تاني خالص. ان انت تشدم على عيبة تنادي زمالك. لعبة زمالك ممكن تستفزها. في العيبة كتير في المطشاط اللي فاتت. بدأت تقرق برا تركيزها. كده بتفكر في حاجة برا الملعب خالص. نعم. فده ادى لتشتتهم. النهاردة اهم حاجة في المباراة. ان اللعيبة تكون مركزة جوه الملعب. كل نقطة انت بتلعبك انها هي النقطة الاخيرة في الجيم. نعم. لو قدرت ان انت تعمل كده النهاردة. وتفصل نفسك عن اي حاجة خارج الملعب. هو هيحاول يستفزك. هيحاول ان هو يطلعك برا الجيم. اللعيبة كبيرة لازم يكون عندها ثابات انفعالية النهاردة جدا. انت تركيز في اللي بعدها. يعني كل نقطة خلاص. خلص نقطة للك نقطة للخصم. انت تدقى تركيز في النقطة اللي بعدها على طول. ان مهمة اوي 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 النهاردة ان اللعيبة تكون في كامل تركيزها النفسي. ان هم يقدروا دايما ان هم يكونوا هد المسئولية. وقد كل نقطة في المباراة. طبعا. كابت محمد مصلح عليها عامل كبير اوي النهاردة ان هو يهد اللعيبة. ما يكونش فيه تنتشانة جوه الملعب. اللعيبة تكون هادية. وأنا شايف أن أكيد 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 بالخبرات اللعيبة الكبيرة في الملعب هيتفادوا كل الأخطاء اللي كانت حصلة في المباراة اللي فاتت برا الملعب مش قصدي جوه الملعب مش قصدي فنيا مش فنيا التنشانة اللي كانت حصلة كبيرة جدا في المباراة اللي فاتوا اللعيبة النهاردة هتحاول تفصل فصل كبير جدا لأنها تقدر جوه الملعب ترد فنيا برا أي حاجة خارج الكرة الطائرة تماما طيب خلينا نروح لأرض الملعب زي ما وعدنا حضراتكم ومراسلنا العزيز محمد توفيق عشان ننقل حضراتكم أجواء ما قبل لقاء القمة الأهلي والزبالك في نهاية كأس مصر اتفضل لمحمد سهلا لخير كابتن عيسى متعاتل حضراتكم في كل مشاهدة قناة ناديها في كل مكان وديه في حراك الكرام كابتن أحمد زكريا وكابتن كريم جمعا نجوم النادي الأهلي السابقين في كرة طائرة تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات سودي الأبطال برات الأهلي والزمالك وهذه المرة في نهاية كأس مصر للقرة الطائرة موسم 22-23 مباراة بالطابعة مباراة صعبة على الفرقين خاصة بعد مواجهتهم الأخيرة في نهاية بطولة الدوري التي لم يحالف فيها النادي الأهلي التوفيق ولكن بإذن الله النهاردة يكون التوفيق معنا وبإذن الله تكون بطولة جديدة تضاف لبطولة النادي الأهلي في جيم وان النهاردة واحد من ثلاث مباريات إن شاء الله نادي الأهلي إحسامها من الأول مبارتين ويفوز بلقب كأس مصر بإذن الله رب العالمين المباراة بالطابعة مقامة هنا على صدرات اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة يمكن سبع المباراة مباراة المركز الثالث والرابع ما بين فرقين طلاق الجيش وبيتروجات وانتهت بفوض طلاق الجيش ثلاثة اتنين ممكن جاءت نتيجة الأشواط 17-25 25-20 20-25 25-23 وشروط الأخير 16-14 لصالح طلاق الجيش وكلا يبقى زي ما نقول في جواب بيته مباراة من ثلاث مباريات إن شاء الله المباراة الجيم توهي بقى بكرة بإذن الله وإن شاء الله نادي الأهلي يخرج من الجيم وأنه النهاردة هو التالي فائز بإذن الله رب العالمين زي ما قلت الحلقة أجواء أقصى من رائعة هنا داخل صالح الاتحاد الشرطة الرياضي أجواء أقصى من رائعة من أبيض الفريتين حتى كمان فرق أصحاب المركز الثالث والرابع أجواء أقصى من رائعة يسودها الود والاحترام ما بين الجميع هنا نادي الأهلي بالطبع استعد نورات اليوم استعداد أقصى من رائعة يمكن الفريق على طول من بعد نهاية دورة كابتن هيسن فيه تدريبات مستمرة بشكل يومي على صالة الأمير عبدالله الفصل بالنادي الأهلي بالجزيرة يمكن بس حصل الفريق على يوم واحد بص راحة وهو أول أيام عيد الفطر المبارك ومن بعدها وصل تدريباته حتى الأمس وهي النهاردة على طول يوم المباراة بإذن الله يمكن كمان قائمة الفريق النهاردة بتشهد وجود اثنين ناشئين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي طبعا يمكن ده إفراز المصابة القوية ومصابة المرتبط التي كانت على طول نتائجها مرتبطة بيئة الفريق الأول يمكن موجود النهاردة في قائمة الفريق شريف محمد يوسف وده موليد 2006 وكمان عبدالله سرور موليد 2003 وكمان يمكن طاقم التحكيم النهاردة يا كابتن هيسن لأول مرة في التاريخ مباراة تجمع الأهل في الزمالك في مباراة محلية سواء دوري أو كأس يحكمها طاقم حكام أجنبي أو عربي وهم طبعا الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم حامد الروسي ومحمد الدولة يمكن اثنين حكام دوليين شاركوا في العديد من البطولات الدولية يمكن الحكم حامد الروسي كان حكم مباراة الثلاث والرابع فيه كأس العالم الأخيرة وبولندا وكمان الحكم الدولي محمد الدولة كان حكم نهاء البطولة العربية الأخيرة اللي أقيمت هنا في القاهرة العام الماضي نتمنى لهم التوفيق طبعا ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي كمان كلها زي ما قلت حالك أجواء رائعة النادي الأهلي استعد زي ما قلت لك بالشكل أكثر من رائع المباراة يتبقى فقط يعني توفير ربنا إن شاء الله مع الفريق النهاردة ويكون بإذن الله الفوس حليف النادي الأهلي يكون في حاصلته أو في جعبته أول مباراة من ثلاث مباراة بإذن الله حضور طبعا يعني رفيع المستوى هنا في صالة التحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة من مجلس سيدات النادي الأهلي وكمان اللجنة المسؤولة عن اتحاد القرى الطائرة كل التوفيق للنادي الأهلي وإن شاء الله النهاردة يكون الفوس حالفنا وإن شاء الله نخرج من جيم وإن فائزين بإذن الله كابتن أيسم كلمة الحركة فضل محمد توفيق بشكرك شكرا جزير أنا زي ما حضراتكم شفته يعني في أرض الملعب خلاص لحظات أو يعني دقائق معدودة وتنطلق المباراة وعايز أوضح لحضراتكم أنه ما فيش تشالينج النهاردة ما فيش تشالينج النهاردة بالفعل وتأكدنا ده من أرض الملعب مش عشان الاتحاد عشان برضو نبقى يعني منصفين للحقيقة ولكن هي بتبقى تجهزات داخل الصالة الصالة الوحيدة المجهزة بالتشالينج والتركيب الكاميرات هي صالة الدكتور حسن مصطفى مجمع صالة الدكتور حسن مصطفى عشان إحقاقا للحق لجنة المسابقات أو الاتحاد المصري ليس له دخل من قريب أو من بعيد في تطبيق التشالينج أو عدم تطبيقه ولكن هي تجهزات وإمكانيات في الصالة طبعا أحدى الصالة عندنا ومطابقة للمعايير الدولية واتبنت على هذا هي مجمع صالة مجمع دكتور حسن مصطفى والحقيقة طبعا مديرها الدكتور مصطفى هدهود طبعا أكيد بيواكب كل جديد في هذه الصالة عشان تبقى جاهزة لإستضافة يعني أهم وأكبر البطولات زي ما حداكم شايفين الفرقين خرجوا خارج أرض الملعب يتناولوا مش بعض المياه والمشروبات وبعد كده هيستكمله تسخين كابتن محمد مصالح ميدو يعني أنا حاسه النهاردة أقل يعني النهاردة أهك أكتر هدوءا يعني كابتن محمد من الناس اللي بيمنع على وشه قوي فأنا حاسه النهاردة أكتر هدوءا كابتن كريم يعني مظلو لا خلاص هو الموقف محتاج الهدوء وإن شاء الله يبقى هي يعني هي مش ماتش الحاسم النهاردة فبرضو بيبقى ليها عامل نحن يعني يعني النهاردة فيه إن شاء الله نخلص النهاردة وهي كرة طائرة لعبة صعبة قوي يعني بجد يعني محتاجها هدوء محتاجها تركيز جامد محتاجها ثقة في النفس فكل ده ده كل ده موجود في اللعبة اللعبة صعبة اللعبة صعبة قوي إن هي لمسة واحدة وقرار محتاج إن كل مرة بتاخد قرار بتشوف البلوك بتشوف الموقف فدي دي يعني من الألعاب الصعبة يعني فعشان كده كابتن كريم أجيلك برضو هل إنت شايف النهاردة يعني البداية دايما البداية بتكون يعني مهمة جدا بالنسبة لنا شايف البداية النهاردة إزاي هل البداية مهمة هل التماسك الأعصاب يعني إيه اللي مطلوب منها في البداية خاصة إنه يعني البداية دايما بتبقى معنا يا إما إحنا بنبقى عليين أو بعد كده من اللي يا إما بيبقى العكس شايف البداية إيه المهمة فيها النهاردة مكسب النهاردة كولا واحدا الهدوء الهدوء هيرجع ثقة للعيبة هتلاقي المطش مش سهل جدا فإنت لازم البداية عندك تكون فيها هدوء تام يعني إنت المطشين اللي خسرتهم كان دايما بدأ المطش فيه تنشانة جامد أوي التنشانة دي ما بتعرفش تلمي نفسك بعد كده صحيح تلاقي جيم جري منك أو بالما بتعرف تحاول تلمي نفسك تلاقي جيم خلاص هارب منك جدا ما بتلحقش فأنت النهاردة لو قدرت أن تتحافز على هدوءك من أول المباراة ثقتك رجعت لنفسك تاني لعيبت لعبك أكيد أكيد يعني ياسين فرق معهم جدا فما أعتقدش أنه هيجازف في المباراة النهاردة أبكرة أنه ما يلعبهوش وشغير تحمل أربع مباراة وراء بعد جامدين أكيد فطبعا هي ممكن تكون يعني حركة منهم كده أنهم ما يقولون أنه هو بره للسكور بس طبعا ما قالوش يعني هي الفكرة كلانا لما جاءنا للسكور إحنا جايبين للسكور الأديم ولكن هو في الملعب خلاص أكيد أكيد يعني هو كمان إدى للعيبة عندهم ثقة يعني إدى ثقة للعيبة اللي معاه أنه هو معد وعد فقدر أنه يدوم ثقة فزي ما أقول له حضراتك كده النهاردة الهدوء اللعيبة التركيز النهاردة من العامل الأساسي جدا يمكن أندي خلاص فريتين نادي لالو الزمالك حافزين بعض أم صحيح إنت حافز نادي الزمالك ونادي الزمالك حافزين مجهزة الفنياء حافزين بعض خلص انت مزارة ضربة معروفة انت لعب السنة دي مع نادي الزمالك سبع مباريات وفي أقل من أسبوع لما لعبه مبارتين في الجارب الفنية معروفة ما بين النقوة القوة ونقوة الضغفة فكل فريق هي معروفة فانت النهاردة اللي هيخليك عندك في الجيم النهاردة ان انت تكون هادي. نعم. بدوقك النهاردة هو اللي هيكون سلحك في ان انت تفوزك بالمبارة النهاردة. هرجع سقط اللعابة النفسها هتقدر النهاردة ان انت تسهل على نفسك المبارة جدا. طيب. طيب كابر احمد يعني النهاردة في نقطة مهمة وهي الليبرو. الليبرو في اي فرقة يعني بيبقى ليه دور مهم جدا. شوفنا نادي الزمالك المباراتين اللي فاتوا الليبرو بتاعه. الحقيقة يعني يعلىهم جدا في الاستقبال. شوفنا حتى في الكرة الطائرة عندنا سيدات. وليد السمينة ده وليد. يعني فرقت معانا بشكل بين السماء والله. فالنهاردة عندنا يعني رمضان ويوندر صح مصوط. يوندر جرسي. دورهم النهاردة مهمة خاصة قوة ارسال نادي الزمالك. تعليقك يا نقطة دي. يعني اعتقد ان هالنهاردة هيبقى الاستقبال بتاعنا افضل كتير. ان عندنا ابروحمن الحسيني. خدوات اطول فعلي اسمه هال. في المحترف طبعا برضو انهم مش متعود نلعب ساعة اثنين بالليل والساعة واحدة بالليل. توشيء طبيعي. انا ما قدرش اقوله. قالوا من هو طول عمره بمتشاطنا الكرة الطائرة ومتشاطنا العالمية. بتبقى دائما الدهر والصبح. ما منلعبش احنا بالليل. فاحنا من هو مش عدويد حد المحترف الايطالي. انا اعتقد ان هالنهاردة حيبقى لهم دور كبير جدا. ان هما خلاص الوضع الطبيعي. ان ساعة تمانية من نجولهم برضو. هل كان عنده اعتماد على اثنين اجانب كان اقوله نفس الكلام. اه يعني. كان هشتكوا انهم بالعالم. اجانب احنا ممكن مخدين على الصهر. مخدين على الصهر طبعا. انهم في مواعيد والتمريف. اعتقد ان هالنهاردة هيبقى الوضع افضل كتير او بالنسبة لاستقبال المحترفين. فاحنا برضو كنا دايما احنا كابتن محمد مسالحي كان دايما بيخرج احمد سعيد في الاوقات الحارجة جدا. عشان برضو استقباله. مش يعني مكانش. فكان بنزل حسيني في الوقت ده. فاحنا الحمد لله عندنا موضوع الاستقبال ده هيبقى كويس جدا. هو بس ام حاجة اننا نلعب ارسال بتركيز وارسال اه في قوة وفي مع القوة ممكن يبقى فيه دقة. نقدر نتجنب الليبرو بتاعه منك. عشان نأثر على الاستقبال والتدي يقدر نعمل بالحال الصد. كابتن يمكن جبنا من ارض الملعب تشكيل نادي زمالك تشكيل نادي احنا عارفينه. عارفينه من قبل المباراة وجبناه طبعا من الجهاز الفني ولكن هو كنادي زمالك جبناه تشكيل اخر مباراة او تشكيل العادي اللي بلعب بيه. ولكن احنا جلنا التشكيل النهائي لفريق نادي الزمالك. احمد فتحي طبعا. ياسين محمد محمد. محمد المهدي. محمد عفيفي. رشاد شبل. احمد يوسف. محمد مجدي. رضا ابراهيم. هيكل. مصطفى محمد. والمحترف التركي. اوباجي. ومحمد مصطفى دول اللعيبة او بقى ده تشكيل اللعيبة. تشكيل الفرقة واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش اتنشر لعب كده. تمام. واللعبية الليبرو. محمد رضا وشريف الشرقاوي. تمام. شريف احمد الشرقاوي. محمد رضا. اشرف اللقاني وهيخرج مصطفى دبشة تقريبا. اشرف اللقاني ودبشة. دبشة ممكن اكبرهم سنة. لا مصطفى دبشة صغير يعني. صغير? هنخش على الجهاز الفني والاداري طبعا نادي زمالك زي ما قلناه قبل كده. بس هو فيه زيادة علم معانا. احمد مصطفى عشور مدير فني. وليد عبدالعال مدرب عام. يمكن وليد عبدالعال ما قلناش اسمه. لا ما قلناه اسمه. اسلام سعودي برضو ما قلناش اسمه. لا اسمه موجود. لا الجهاز الفني زي ما هو. هاني سمير محل تقني عبدالرحمن غانم علاق طبيعي. احمد سعودي طبيب. احمد شعلان مدير اداري. شريف السادات مخطط احمال. حاتم انديل مدلك. وحسن عبدالرازق اداري. وسعيدة ابو العيلة شؤون لعبين. ده كان تشكيلها لزمالك حدي. اللي جايبينه من واقع في ارض الملعب. لانه زي ما حضراتكم عارفين احنا مع مع يعني نادي الاهل بنعرف مين التشكيل من قبل ما بيطلعه. ولكن هي بتبقى المشكلة عندنا في النادي المنافس اللي بيلاعبنا بنعرفه من ارض الملعب طبعا. فبتهيالي يعني ما فيش تغيير. ما في لا. زي ما احنا ونا توقع. وياسين هيبقى موجود وهي هيبقى المحترف موجود. دي التشكيلة اللي اللي لعب بها نهايات الدوري فهو عنده ثقة في التشكيلة دي فهو مش هغير في التشكيلة دي ولا هز استقرار الفرقة فهيبدأ بالتشكيلة اللي لعب بها فانش بها نهايات الدوري. جيسين صانع العاب رضا هيكل في مركز اتنين محمد المهدي في مركز تلاتة هو ومحمد مجد الجون في مركز اربعة احمد يوسف ومحمد مصطفى العابة والليبرو ومحمد رضا. مش هيخرج بره التشكيلة دي خلص يعني هو حتى البنج عنده بره مش كوي يعني بخلاف النادي العليا انت 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 لقدرت النهاردة انت تضغط عليه جامد قوي مجرد لما هيبص بره انت دي هيبقى مكسب ليك لكن طول ما الستة دول جوه الملعب هي دي اللي بتعمل هز عندك شوية لكن طول ما هو بيبص بره انت هتقدر تليد المواطش بترك ويسة جدا النهاردة. متفئ مع كابتن كلمة كابتن احمد؟ هو بس عنده التغييرات هيبقى المحترف يما هيكون جوه او يعني عنده ثلاثة في المركز ارباح احمد يوسف ومحمد مصطفى والمحترف يعني التالت في المركز الثلاثة هو في رشاد شبل ومحمد عفيفي ودايما رشاد بينزل في الاخر الاشواد عنده عنده خبرة يعني يعني اللعب كويس لكنهم عندوش يعني عندوش يعني اختيارات اختيارات كتير او ما فيش عندو رضا هيكل عندو السيف عابد بس يعني حاجات برضو لكن النادي الاهلي عندو عندو اختيارات معنا مركز ثلاثة يعني طيب احنا برضو جبنا يعني برضو للمصداقية تشكيل النادي الاهلي كمان احنا طبعا جبناها ولكن جايبينه من واقع الاسكورشيت زي ما جبنا او طيب انا بعتولي كمان انو المباراة تبتدي تمانية اربعين ديئة تمانية اربعين ديئة يعني كمان خمس ديئة خمس ديئة بالزبط المباراة تبدي ده طاقم التحكيم بلغ في الملعب قال لهم كده طيب تشكيل النادي الاهلي هو نفس التشكيل الهكبات اللي احنا كنا عبدالله عبدالله عبدالسلام احمد صلاح عبدالرحمن سعودي لويجي اللعب الاطالي المحترف عبدالرحمن الحسيني محمد جمال عصران حسام يوسف عبدالله سرور احمد قطب محمد عبدالمحسن شريف يوسف احمد عزب بالزبط زي ما جبنا لحضراتكم بالترتيب يعني لو احنا يعني نادي الاهلي بيبقى سهل بالنسبة لنجيب ما فيوش تغيير الاهل ماندوش ماندوش يعني حد بره لا الحتة الجديدة لهم اتنين الناشئين اللي قلنا اسميهم دول كما قلنا كما زكرنا قبل او في ديات الاستوديو اللي برو محمد رمضان ويوندر جارتس المحترف الكوبي والجهاز الفني كما هو كابتل محمد مرسال الحميد وكابتل انتمل مجد محمد جمعة محمود جمعة احمد سعيد سامح ظلام اخصار الاجل طبيعي ده كان من واقع السكورشيت في ارض المنعب وزي ما بحكب بكرة لحضراتكم المباراة هتتلعب اهي دي لقطات حية خلاص يا اللعيبة بدأت السربات دي يعني اه السربات دي بتبقى خلاص كده بقى بتتلعب في ناحية التانية يبقى انت بالنسبة كبيرة خلاص المباراة تنطلق واحنا بنحاول يعني نجيب لحضراتكم اجواء كل شيء وطبعا زي ما حضراتكم عارفين انه يعني دي تالت بطولة السنة دي الاهل فاز ببطولة البطولة عربية لعني محب اكد كل شوية لهذا الكلام عشان يعني طبعا اكيد خسارة اي بطولة بتزعرنا ولكن احنا اه يعني لازم نبص في اللي جاي لازم ننسى سواء مكسب او خسارة فاتت عشان نقدر ننكس في اللي جاي وجلد الزاد بشدة ده مش لصالح اي رياضي مهم تعتم نفسك ومهمة كابتن انت ترجع نفسك ولكن جلد الزاد بزيادة ده بيبقى ليه سايد ايفكتا عنيف جدا انت عندك لسه بطولة الكأسة هي في ايدك لسه عندك بطولة افريقية فانت لما تاخد النهار ده كابتن كريم قاله كابتن رحمة زكريا قاله دلوقتي لما تاخد اربع بطولات من خمسة اذا طبعا احنا عايزين خمسة من خمسة وده هدفنا وده اللي بيشتغل علينا دي الاهل ولكن احنا لكل ما قام المقالب على الاقل انت صالحة جمهورك صالحة نفسك لأول المساعة جمهورك طبعا 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 مهم جدا نهار ده البطولة دي ان شاء الله يفوز جانا الرياضة كل النادي وعايز يكسب يعني طبعا فدي بتعمل منافسة وتعمل يعني بتعمل ارتفاع المستوى الكرة الطائرة يعني او الرياضة عمتن هنا كل بتيبقى فيها منافسات بص يا كابتر هنا في التسخين الارسالات بتاعتنا معلش سبول الشاشة دي شوية بص لو احنا بنلعب الارسالات دي في المباراة هنكسب ده دليل ان انت لأ دليل ان الفرقة دي اتهزت حصلها هزة في المباراة مظبوط صح كابتكريب لما تلاقي اللعب هو بيلعب ارسالات قوية هو هو في التسخين يعني بص يعني زي يعني ما فيش فرق بس يجي وقت تقول ما يبقى وطايم وخلاص بقى داخل في المباراة بتلاقي اليد بتتراعش الهدوء النهاردة مهمة قوي اه طيب احنا كده خلاص بتهيلي يا جماعة خلاص اه 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 خلاص ومبيروا الفتحة وبيجهازوا اه كابتن سريعا في عشر ثواني كابتن طوقات كابتن رحل ان شاء الله الاهل يكسب ان شاء الله يعني ثلاثة وكتير ثلاثة واحدة ان شاء الله خلاص انا شايف الحظات خلينا انطير لصالة اتحاد الشرطة ارياضي بالدراسة ومعلقنا القدير الكابتن حمد السيد لنقل الشوت الاول من مباراة نهائي كأس مصر المباراة الاولى في سلسلة مباريات كأس مصر الكرة الطائرة او نهائي كأس مصر الكرة الطائرة رجال موسم 22 تاتا وعشرين فايلة هناك شكرا معلقنا كابتن حمد السيد اذا انتهت المباراة المباراة الاولى في سلسلة نهائي كأس مصر الكرة الطائرة رجال بفوز نادي الزمالك ثلاثة اتنين في مباراة الحقيقة يعني التحكيم جانبه التوفيق في الكثير من القرارات ويمكن فيه تخبط شديد يعني يمكن احنا حتى ما شفناهوش في المباراة السابقة برحب بك كابتن احمد زكري للمرأة التانية há conclud laughs لك حر لك الاهلي ان شاء الله تتعود بكرة ان شاء الله كابتن كاريم يعني برحب بيك دهكو القرارات الآن كابتن احمد ابتدي مع حضرتك يعني يعني ا obrigiane lifence الي حصل النهار ده براءة المباراة الدين فيها في الشوت التاني والثالث أداة كويس الرابع والخامس لقينا فيه اعتزد الشوية يرجع لي والله انا مش عارف وان طبعما دينا يعني شد عصبي من خسارة الدوري. واعتقد ان احنا كان يعني يمكن عندنا يعني هما كانوا رغم انهم ارسالهم كان قوي جدا لكن يعني احنا مثلا جايبين خمسة ايه ثم اتنين بس. ارسال النهاردة كان كويس. اه كان كويس. بس كلها الارسال بتاعنا كان معظم الفلوتر عند الرضا. الرضا الليبرو دي كانت يعني غريبة شوية. اه غريبة. اه غريبة. فلوتر اواجيوها مش مادارش مع القوة. ما يدارش يعمل فيها دقة. لكن لسا الفلوتر كان لازم يروح للمستقبل الاربعات يعني. عشان يقدر حتى خاصة الا المستقبل البيلع براء. عشان يطلع براء. لكن احنا يعني برضو حق الصد احنا برضو عملنا حوالي خمستاشر حق الصد هما عشرة. لكن اعتقد ان احنا كنا يعني احنا ارسلنا قنقاوي ومعظم برضو الاستقبال كان خارج المتناول للمعد. لكن هما ما قدرناش نجيب بلوكات. انا متوقع كنت بلوكات اكتر من كده يعني. نعم. كابتن كريم يعني رأيك ايه هنا. يمكن النار ده كنا قائلين يعني الاهم حاجة الارسال. زي ما كابتن احمد زكري طبعا قال. الرسال دائما كانوا بتلاعب على محمد رضا. انت بتلعب الرسال على محمد رضا. انت بتفرغ الضريبة كلها للضرب يعني. انت لما بدأت تضغط بالارسال لما لعبت على لعبة وبدأت تضغط على لعبة اربعات خرجتهم برا الجيم خرج كلهم خرجوا برا ملعب. لما مدرب بتاعهم بدأ يبص على البنش برا انت بدأت تفرق. لما رجعت تلعب ارسالات ضعيفة على على الرضا وارسالات سالة جدا في المتناول هو بدأ يعمل عليك تركيبات حجومية رجعته في الجيم تاني. لما بدأت تلعب برضو ارسالات جمد قوي. كان الاستبال كله برا لتلت. اوتوف سيستم برضو كان ضعيف جدا. يعني انت البلوكات مفروض لما كورا انت بتضغط بالارسال. البلوكات مفروض ان هي تبقى تأثيرها فعال اكتر من كده. كان البلوكات في النقط الحسمة ما كانتش تأثيره كبير جدا وما كانش فعال. يمكن النهاردة عصران النهاردة كان كويس. محسن كان كويس. بس لما الجيم بيخش نقطة بنقطة نقطة بنقطة اللعبات بتانشين او بتتشد اوي. هو ده اللي بيخلينا نحرم من الحقش نرجع في الجيم و بنخسر. شايف ممكن نعود بكرة كابتا كريم. والله يا كابتا ناسم ان شاء الله يعني بإذن الله يعني اكيد اهم حاجة الريكافري النهاردة ان انت لعب خمسة جيم لود كبير اوي. عندك لعبك كتير اوي ضغطت جامع او ناردة. فانت لازم ريكافري النهاردة يبقى كويس. لازم نقفل صفحة المباراة النهاردة تماما ما نفكرش فيها خالص. نبدأ نركز بكرة. لو انت عاستك سبطولة الكاس لازم بكرة يعني مباراة بكرة حياة او موت. بكرة مبارا بقى خارج الحسابات خالص بغر الفنيات خالص دي دي رد بقى اعتبار ليك. يعني انت لازم بكرة تحارب على كل نقطة بكرة يعني فالية النادي الاهلي لازم تحارب على اكتر من كده. يعني لازم بكرة لعبك كلها بكرة هدفها هدف واحد بس ان بكرة مباراة بكرة مباراة قتالية. لازم بكرة نرجع في الجيم. إن شاء الله. كبتين كريم شكرا جزيلا. subtilus شرفتيني ان شاء الله النادي الاهلي عوض بكرة. وان شاء الله نرجع ثاني لعادل السلسلة واحد واحد بكرة. إن شاء الله لازم حكرا كبتين فإذن الله. بازني الله شكرا. شكرا كبتين ب Reich. كبتين لادعين بشكراه شكرا جزيلا. شكرا الله الله هكيرا خيرا. شكرا الله يعني عندنا اننارت انحدث اخطأ كثيرة ارياض انها قبلنا خمسة خطأ إرسال. وجبت خمسة بس دي نسبة مش. لازم يبقى توجيه الإرسال أحسن من كده. لازم برضو ناخد بالنا محمد مصطفى. ضربه واضح جدا ومعظمه. بقال له من السنة الفاتت. على طول كل كورة بيشوتها الخط. لازم برضو لازم يعني اللعيبة تاخد بالها من كده. ولازم تنعمل بلوك أحسن من كده يعني. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين دي جا جولتنا النهاردة. بإذن سلسلة المباريات الأهلي والزمالك في المباراة الثانية في نهاية كأس مصر أو سلسلة مباراة كأس مصر. المباراة ستقام في العادي أو المفروض بتقام الساعة 8. ولكن في الغالب بتتأخر على الأقل 45 ديئة. لأن المباراة اللي قبلنا بتتأخر. وده العادة الحقيقة في المسابقات في كرة الطائرة. بشكركم شكرا جزيلا. حسن المتابعة. وانتظرونا غدا في جولة جديدة من جولة استوديو الأبطار.